احنا طبعا بنتهيأ كلنا لساعة النصر يعني والنصر ده عنده تمن والناس بتستعد له الان التمن بتاعه انتوا عارفين انه هي الان اتحدد للعدو اتحدد منه العدو في الداخل والخارج اتحدد منه الدول الدعمة للعدو ومساندة للعدو واي زول يبدأ كلامه ما يدعم القوات المسلحة السياسي سوداني فتعرف انه هو دعم سريع لابس كدامول وحسي الان الحمد لله مع المعارك اللي بتدور في ساحة الوغة في جدة اللي هي كشفت لكم عشرات المتسترين خطف الكدامول لابسي النغاب المندسين لكن حسي هم مظهروا تماما يعني فاي زول عنده شك في المسألة دي انه انت مشكلتك الان عزيزي المستمع القحاتي او الموالي لأحزاب قحت بتخدت المقارنة بين البرهان والقوات المسلحة وبين الحرية التغيير وده خطأ كبير طبعا يعني ده خطأ خرافي انت ما تغارم بين البرهان والقوات المسلحة واحزاب الحرية والتغيير المقارنة ماهنة المقارنة في معركة الكرامة في ان انت دائر الحق وين شكله شنو بيجي كيف فلما تيجي تقول والله يا اخي احنا ما ممكن ندعم البرهان ونقفص الفلول ونمشي نخزل السياسيين الوطنيين اللي شهدنا ليهم انت شهدت ليهم باش نعم يعني مثلا وجدي صالح ده كرمزية سياسية بالنسبة لك انت الرمزية بتاعته جات من وينك اكتسبها من وين من انه اعتغل قال لك المتين في وجه السلطان او كتب له مقال او اعترض او السجن ده بيساوي شنو في لحظة رباط عشرة يوم انه ما يكون عندك اكل ولا شراب ولا بس كاكي لو اربع شور ما غسلته وبتحرسلك في حلة وعامل خندق ومفصول من الغيادة بتاعتك وغيادتك محاصرة معسكرة في محاصرة بتغيرينها باش نعم ولا ولا ساعة في اللي بيعملوا فيه جنود القوات المسلحة والهدف اللي انت عارفه الهدف اللي انت عارفه الهدف اللي انت عارفه احنا الان واقفين مع الحق اولا والحق ظهر معاه القوات المسلحة والكاك الاخضر الكاك البيض واقف معاه البرهان واقف معاه ياسر العطو واقف معاه الكباشي احنا مشين مع الحق ما مبارين الناس احنا مشين مع الحق لما تجي تغيم الموقف بتغيم المعركة شكلها شنو بتعرفه لكن نبدأ انه والله ده بورهان بجاي الناس واكفيه معه الفلول المعرف عن اللي ون دعمين انا بقعد اشوف كتاباتكم وتعاليقكم في صفحات القحاتة اللي بتديكم مساحة تعبروا عن نفسكم في التعليقات يعني كمية الجهل ومستواه والمشكلة وين اللي انكم مصدرين الساحل السياسية والاعلامية كشخصيات اعلامية يعني قبلكم يوم في زل منزل عني حاجة كده وبيتمسخر ما عارفه امي من بنكي ولا منو في واحدة عاملة له قلب القاعدة في مصر تساكنة في الرياضة سرق عربيتك الدعامة وكان عندك صحبة كده مع حلان وخليتيها انت عس سلوكك ده اللي انت عارفه وقاللي عندك فضاعف وزارة الصحة مقبوضة بحقبية انت عارفه والمنعة انك تاخد منصب سياسي انت بتقدر تغيميني مع نفسك كده بأمان خلينا نقول لأسماعه كده وبتاع انت عندك الالية تغيميني غيم الموقف اللي احنا فيه ده معركة ده الحق هنا زل معتدي على دولتك وعلى بيتك وعلى عرضك بتمشوا تجيبوا في الاستعمار ما تتقول لي اخي الفصل السابح هيحمل مواطنين احم ألاف الناس بمشوا باستقبلوا في البرهان ألاف الناس والدليل انه انت مستهب لو كذاب انت ما تجي الا عن طريقة الفصل السابح وطبعا ده الشي العام ان الناس فاهمه انه الحرى والتغير لن تحكم الا عن طريقة الفصل السابع. الحرية والتغير ما حتحكم عن طريقة الفصل السابع. المؤامر المرسلين ليها ناس الحرية والتغير انه الفصل السابع يخش السودان. وانه سربات السودان تكون مستغلة من دول برة. ده المرسلينهم. يعني خالد سيلك ولا طموحه. هو اكتر من انه عمل لنا البوستين التلاتة اللي بيرسلوا القوني ولا يرسلوا اه محمد بن زايد اكتبين. ولا ينبز البرهان ولا ينبز القوات المسلحة. ما عنده حاجة تعني خالد. لكن طموح انه يجيحكم خالد ما هيحكم طبعا. ولا الدعم السريع المادة لو انتصر ولا حينتصر اصلا. حيجي بعدين يجيب القوني يجيب خالد سيلك. ولا عزة الماهرة هيستبدل المنصب حقه بتاع رئيس الوزراء استبدلوا بعمر الدقير. هم بيحلموا طبعا. الاسرار والقتال في 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 انه ينتصر الباطل ما لانه هم برضو عندهم اجندة خفية. دي الحمير سيح. كلهم عطالة انت جيس المسألة دي كلهم عطالة قاعدين بيصرف عليهم. الفنادغ القاعدين فيها دي. كالمتسولين اللي قال له هن البرهان مبارح. تمام? دي بتوريك انهم قاعدين شغالين لي اجندة. انا حسبت لك حسي. اسي حسبت لكم كلهم انهم شغالين باجندة. حتكتشفوا الحاجة دي. وحنطلع خطوتين تلاتة في الوعي. في ملامح السيادة حقت البرهان. وده كلام انحنا مفروض نعمل له مقارنة. هم قالوا انه البرهان اعادنا الى زمن الغوغائية وزمن السودان ما عنده سيادة. كلام ده قال ابنو خالسي لك بتين قبل يومين في رده على على ياسر العطا. الغوغائية وزمن الكيزان كانوا متسيدين للدنيا والكيزان والكيزان والكلام الكثير ده. لما انتمسك ملامح سيادة البرهان واعادة سيادة السودان. في خطاب بتعلقها المتحدة. انا ده فيه نغاش موضوعي. نغاش انت تيجي تقول ليه انا دكتور انا بروف انا عالم انا دار احلل خطاب البرهان في الوقت المتحدة. بيتجرد حيادية. قالوا عليه شنو? قالوا والله هو رئيس الانقلاب ورئيس الكارتيل المنقلب. لا لا ما سألناك من دي. النقاط اللي تكلم فيها قدام رؤساء العالم. انت رأيك فيها شنو? علميا حليلها للحميرة اللي بمشي وراكم دير. حللوها ليهم. ما حللوها. طيب ملامح السيادة بدت من الخطاب بتاع البرهان. ملامح السيادة بدت من ان البرهان ما استسلم للدعم السريح ولا فاوض الدعم السريح. ورسالته كانت واضحة للتمرد. اسماه وصنف وانتهى الموضوع. ما دخل فيه مسائل شخصية بيتعامل بحجم الموقف. ما دخل مع حمير. حميرتين في اول خطاب وقال له انا دار اود الكلبي ده السيجن. لالليل البرهان ده ما قال له لفظة اسأباز ولا. لحد الان. قال المتسولين البره. لو ردد عليه وانت بتعملها متسول. لو سكدت ما سألك. وما سمى ناس. قال المتسولين البره دارين يجيبوا لنا الاستعمار ويحكموا البلد دي. قل ليهم تعالوا حلوا مشكلة السودان من جوة. ما دامه انتو قلتو مشكلة السودان داخلية. وده رد لي خالد سيلك ما قال له. خالد سيلك ما قال مشكلة السودان دي داخلية البرهان بيجي ينفتش فيها برا. قام البرهان قال له نخلوا التسول ده تعال حلاء معي الجوة. خالد سكد عمل رايح. ما رده. يرد له بحاجة جديدة الليلة. خالد قال انه احنا رجعنا الى زمن. السودان ما فيه سيادة. ملامح السيادة فيه خطاب البرهان ومبارح. فيه مدني. قال انه يا اخو والله امي اه مبعوثة الامين العام بتعلوها المتحدة ده. لو جه السودان وماشتغل لي كل السودانين بحياد ومنحاز ليه زول. حيكون مصيره مصير الزول السبغه. قام ياسر عرمان طال عليه. قال له يا اخي كيف انت تتكلم باللغة دي. وتهدد. خالد سيلك قال له كيف انت دار تعيدنا لازم الغوغائية وتبعدنا من حضن العالم. انت تصل مرحلة من السيادة رئيسك اطلع. يقول للعالم كله. مبعوث الامم المتحدة. لو ما نفز مطالب الشعب السوداني. حنطرده. دي ما سيادة? انت قال السيادة هي شنو? انه يكون عندك كلمة. لكن انت مش ايجبتهم بالليل زي ما عمل حمدوك دي ما سيادة? رسل خطاب بالليل خرق كل الصلاحيات حقة رئيس الوزراء. جبان. رسلوا براوه. ما استشار فيه مجلس السيادة. ولا استشار فيه مجلس الوزراء. رسلوا براو دي السيادة. تجيب صلاحيات الامم المتحدة. بل فصل السادس تدوه مرحلة ان يخش يا اخي السيلك. انت ما شريكه. انت ما شريكه في تنظيم العمل المدني. ما شجبت شركة اماراتية. اصلها امريكي. سلمتها العمل المدني في السودان. هيخشوا يهيكلوا الوزارات كلها يعرفوا اسرار السودان. دي ما بيعمل ازول عنده سيادة يا خالد. انت موضوع الشركة تجيبتها دي. والصفقة الخاش فيها ما تتكلم عن سيادة انت يا خالد. انت ما عندك سيادة اصلا. ما بتعرفها. ما بتعسها. السيادة هي شنو? لما نقال لما بوسلون المتحدة لو ما مشيت بخطاب الشعب السوداني حنطردك. دي اسمها السيادة بتاعت الدولة. لكن ما في زل بيشرح عليك يا خالد. انت بيدوكم اردر. ازول دا كلام واضح دي ما السيادة ذاتها. ازول دا انتو ناديتوه جده عشان تفرضوا عليه شروط. مش هوراهم دراسة. قلونا السودان دا مدخلكم. والسودان دا لو مشه بالطريقة دي وانتو تدخلتو. اتو استثمارتهم في افريغة كلها حتضرب. وجودكم في افريغة حيضرب. موقعكم السياسة حيضرب. دي اسمها السيادة. دي اسمها السيادة. قل لكن انتو هسيع ما فهمين حاجة. اول يوم طلع من الغيادة حنان حسن قالت له ومرحبك في حضن جده ومرحبك في حضن المدنية والتفاوض. لما نبارح قام الشغل بتاع جده قامت قالت البرهان بدل ابقى راجل احسم نقاطه واهدافه في الميدان مشه يكوسه في التفاوض. كيف يكوسه في التفاوض? اتو مش قلت له تعال جده? مش قلت له مرحبك في الاحضان? مش قلت البرهان الى جده والبرهان الى دبي وفرحانين والبرهان دار فاوض والكيزان ما نعنه. اول من قامت الشغل مبارح بتاع جده صاحبتنا دي طوالي قالت البرهان وكيد غالبوا يحقق انتصارات في الميدان مشه يكوسه بالتفاوض. البرهان ما مشه يكوسه بالتفاوض. خلى عندكم خلل معرفي. خلاكم في اربع وعشرين ساعة بتكتبوا تلاتة اربع منشورات ما عارفين تعبروا. اخير حاس انت كاتبا قلتي خلوا العوارة دي قولوا لا للحرب. عوارة شنو? خل الشنو? خلوا العوارة قالت قولوا لا للحرب. انت ما وعدتين قلت اللي بيقول لا للحرب حتبديوه حضن وبوسه. ما كاتباه في منشور في صفحتك. دي زولة مسؤولة من تعديل غانون اللي حوالي الشخصية للمسلمين. دي زولة في لجنة هيكلة القوات المسلحة عين ومستوى خطابة وكلامة. يقول لك احنا واب نسمع اللي انصرافة وابتسمع اللي اللي بتلفز. الكلام ده رايق فيه شنو? الكلام ده رايق فيه شنو? الكلام ده رايق فيه شنو انت. طلعت دي المسؤولة في لجنة مكونة من تلاتاشر نفر. قالت اللي بيقول لا للحرب بيديوه حضن وبوسه. والله العظيم كاتباه في صفحتها. اللي اللي قالت لكم خلوا العوارد يقولوا لا للحرب. لا لا ما فيه اسمها لا للحرب. في حاجة اسمها نعم لانتصار قوات المسلحة. ما بعرفوا معنى سيادة ولا بعرفوا. اللي بتكلم عن حضن العالم الخارج. لما تترسل تغارير من الامم المتحدة. وتسحب بحثتها بناء على تغارير استخباراتها خالي سيلك. والتغرير الكتب مبارح. الضابط بتاع المخابرات. وجهوا لل. الادارة الامريكية. قال له ما تخربوا مصالحكم مع السودان. بناء على تغارير دول النفط. قاصدكم انتوا القاعدين في الامارات والمحمد بن زايد. قال لهم امشوا في الوطن شوفوا في الواقع. الحاجة اللي بتجيكم في تغارير. الشعب السوداني داير الامريكان. الشعب السوداني عاوز الايفون. الشعب السوداني داير الانفتاح. قال لهم الكلام ده ما حاصل. نصح الادارة الامريكية. وده الخلى امريكا ما تستخدم حق الاعتراض في غرار اليوناميتس. لكن لانه السياسين حقيننا مدفوعين. ما داري فكروا في الكلام ده. امريكا ما احتردت على الغاء بحثة اليوناميتس في السودان. قالت احنا بس بنتأسف. واحنا والله. ما ليه ما احتردت يا امريكان. عندكم حق الفيتو تحتردوا البحثة بكرة ترجع. بل الرجالة ترجع. ليه? لانه الواقع في السودان تغير. لانه سيادة السودان تغير. لانه الطريقة اللي بتتكلم باه مع القوات المسلحة تغيرت. لانه الطريقة السياسية اللي بتتكلم باه مع الشعب السودان اتغيرت. لانه مشروع كن ضرب. لانه المشروع بتاع كن اتدمر. حنجي ليه موضوع المشروع ده. خالد سيليك اتكلم عن السيادة والحضن الدولي. احنا قاعدين الان في نص العالم. والعالم بيعملينا الف حساب يا خالد. زمن كنتو بدون ما يشاور القوات المسلحة. حمدوك رسل خطاب تاني يوم فوق لرسل البحثة بتاعتو. اللي له هو ده فوق لر احنا طردناه. ودارين يجو بفاوض في البرهان وكباشي بيرض عليه الرئيسة البحثة. ولسه احنا ما وافقنا. وده اشتراطه كان واضح قال الرئيس الجاي ده مهم نو احنا ما عارفينه. لكن لو ما ده عمل للشعب السودان حيلقى مصير الزول السابو. ده اسمها العودة لحضن العالم. وانه العالم بيسمع لك. وانه العالم بيعمل لك حساب. وبيعمل لقواتك السياسي حساب. هم الحاجة دي ما بيعرفوه.